صباح الخير جميعاً ويعطيكم ألف عافية وأنا صراحةً لأنه بدي أنطلق من محل ما توقفت سعادتها عن حملة 16 يوم للعام الماضي لأنه كنت منخرطة بشكل كبير في هذه الحملة وطلعت على الحالات اللي شفناها من السيدات وكيف كانوا خايفين يكسروا حاجز الصمت ويحكوا عن التحرش اللي بتعرضوا له أو الحيثيات الأخرى أنه في حالة التبليغ كيف الشكوى اللي بقدموها لا تؤخذ بعين الاعتبار أو حرفياً بنحكى لهم أنه أرجعوا على البيت بلاش تمفضحوا أو شو حكى لك غمزك شو عمل لك حتقيدوا على كتفك يعني كتير تصرفات من الجهات اللي المفروض تكون بحماية السيدات في هاي الحالة كانت تصرفات جداً مسيئة عشان هيك اشتغلنا على آليات التبليغ والوقاية والحماية وأيضاً اشتغلنا على موضوع اللي هو تغيير قانون العقوبات المادة 305-306 يكون فيه تعريف واضح لجريمة التحرش هلأ لازم أشير لأنه نحن في السنوات السابقة كنا بنشتغل على موضوع العنف والتمييز ضد المرأة بشكل عام وبنتناول كل القضايا اللي فيها تمييز وعنف ضد المرأة لكن من عدة سنوات اتجهنا لموضوع آخر اللي هو نركز على قضية واحدة فقط خلال الحملات اللي بنشتغل عليها حتى يكون فيه إلها أثر ملموس وواضح حملة 16 يوم لعام 2018 كانت عن التحرش الجنسي وبلشنا فيها بدراسة أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وأعدتها جمعية معهد تضامن النساء نتائج الدراسة كانت جدا صادمة لهيك ما قدرنا أنه نطلع بالنتائج بشكل عام ونحكي مثلا أنه 76% من عينة الدراسة اللي كان عددهم 1366 سيدة و366 من المستجيبين خصصة لمرتكبية التحرش ما قدرنا نحكي أنه 76% من السيدات تم التحرش فيهم والدراسة أيضا ذكرت عدد اللي هو 10% من الرجال أيضا تم التحرش فيهم لأنه نحن نتعامل مع قضايانا بناء على النوع الاجتماعي أهم قضية يعني يمكن لازم نستمر بالعمل عليها اللي هي موضوع التوعية موضوع التوعية وأنه نوقف موضوع أنه الضحية يتم جلدها لأكتر من مرة أولا يتم التحرش فيها أول ما تدخل على البيت وتحاول تحكي لأهلها ببلش يلوموا فيها أبصر شو كنتي لابسة أبصر شو عملتي أبصر كيف كان تصرفك فالضحية بتم جلدها أكتر من مرة لهيك أغلب الفتيات اللي بتم التحرش فيهم اللي هم من عمر الخمسة عشرين وهم الفتيات اللي ما بين المدرسة والجامعة بيخافوا يفسحوا عن هذا السلوك اللي صار معاهم وكتير ناس بالجلسات اللي كنا نعقدها لأنه استمرنا بالحملة لمدة سنة كاملة كتير ناس يحكوا لنا هاي حالات فردية طب يا عمي كيف حالات فردية ونحنا لما نكون أمام الجامعات أو في المدارس بنشوف بلاوي تصرفات مش فردية تصرفات جماعية مفهوم الرجول الصحية اللي لازم ينحكى فيه لكل المجتمع مش عم نطرق له بشكل أوسع كان في عنا بايلوت بروجيكت عملته اللجنة على مدرسة خاصة اللي هو التوعية بمفهوم الرجول الصحية أو إيش هي المفاهيم اللي لازم تكون عند الذكور من عمر 15 لعمر 18 لحتى نبعد عن هاي المفاهيم أو السلوكيات الخاطئة بحب أتطرق لأبرز النتائج الرئيسية اللي إيجت فيها الدراسة التحرش الإلكتروني واللي حكى عنه الأستاذ عريب وصراحة هو من أخطر أنواع التحرش لأنه ممكن يفوت لأي بيت بغض النظر عن الجنس فتاة ذكر قديش العمر إيش نوع يعني إيش الوقت لأنه في كتير حسابات مزيفة كان نسبة التحرش الإلكتروني 80.8% وهدول اللي بتعرضوا لتحرش إلكتروني أغلبهم أطفال وقصر وما بعرفوا يتعاملوا أو ما بعرفوا آليات الوقاية والحماية حتى آليات الحماية اللي موجودة على منصات التواصل الاجتماعي إنهم يفعلوها هم غير قادرين على إنهم يفعلوها قانون الحماية من الجرائم الإلكترونية أيضا من الأشياء اللي الواجب تعديلها والعمل عليها لتعريف نص التحرش فيه صراحة التحرش اللفظي كان 88.4% التحرش النفسي كان 52.3% التحرش الجسدي كان 68.7% التحرش الإيمائي كان 89.1% لما بلشنا الحملة بلشنا نعرض زي استبيانات صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نسألهم نحكي قصة معينة وبعدين نسألهم هل بتعدوا هذا تحرش؟ ما هو نوع التحرش؟ من أكثر أنواع التحرش اللي ما كانت تعرفها الناس اللي هي التحرش النفسي واللي نسبته 52.3% واللي بيشمل التنمر وهذا موضوع أيضا يجب العمل عليه خصوصا في المدارس والجامعات لأنه بيأثر بشكل سلبي على نفسيات الطلبة هلأ بالنسبة للنسبة المئوية لضحايا التحرش اللي قدموا شكوى رسمية كانت جدا قليلة كل اللي قدموا شكاوى رسمية بخصوص التحرش كانوا 18% منهم 20% ذكور و 17% إنات يعني الذكور أشجع أنهم يقدموا شكاوى للتحرش طب ليه ما قدموا واللي ما قدموا شو السبب اللي خلاهم ما يقدموا شكوى؟ 9.3% حكوا أنهم ما بعرفوا أنه هاي السلوكيات اللي واجهوها هي جريمة أو تحرش يعاقب عليها القانون 11% حكوا ما بنعرف إيش هي طريقة تقديم الشكوى لهيك لازم نشتغل بشكل أكبر لكل الحاضرين ولكل اللي حابين يستمروا في العمل على هذا الموضوع بالتعريف أكتر بآليات الشكوى والتبليغ وأيضا العمل مع نفس المؤسسة اللي بتشتغل على استقبال الشكاوى حتى إنهم ياخدوا الشكوى على محمل الجد و23.5% خافوا على سمعتهم وخصوصا الإناث بيخافوا على سمعتهم صيروا يحكوا لهم أنه أنتوا تم التحرش فيكم أنتوا أبصر إيش بتعملوا عشان إيش السلوك اللي أنتوا وارتكبتوا عشان يصير الشباب يتحرشوا فيكم النسبة المئوية لضحايا التحرش حسب الملابس وقت وقوع الفعل أو السلوك حسب المكان هلا ما في علاقة أبدا بين الملابس وقضية التحرش لكن اللي أجابوا على العينة كان في عندهم علاقة ذهنية ما بين التحرش وإيش السيدات لابسين 3.1% من اللي تم التحرش فيهم كانوا لابسين نقاب كامل لباس شرعي الجلباب 17.8% تم التحرش فيهم ملابس عادية مع حجاب 34.1% ملابس عادية طويلة 28.6% والملابس القصيرة 16% فالذهنية أو الثقافة المجتمعية اللي موجودة عندنا اللي لازم نشتغل عليها بشكل أكبر اللي هي إذا لابس هيك لازم أتحرش فيها أو لازم أحكي لها كلمة لازم أسمحها كلمة لازم نبلش نتقبل التنوع والتغيير اللي موجود عندنا في مجتمعاتنا بدي أوقف له لا لازم أحكي لا أحكي اختمي بس مش قادر أوقفك لأنه حب أسمح بس لا تفضلي اختمي معك دقيقتين تختمي بالنسبة لآليات وإجراءات التبليغ والتقاضي صراحة الإجراءات الرسمية اللي موجودة عندنا لا تشجع النساء والفتيات على التبليغ والتخلي عن ثقافة الصمت نتيجة التقدم بالشكاوى الرسمية كانت كالتالي 14.2 تمت المصالحة وإسقاط الشكوى تم توقيف مرتكب التحرش أو مرتكب هذه السلوكيات والأفعال وتحويله للقضاء كانت 16.4% 21.2% وهذا رقم كتير كبير رفضت الجهة الأمنية قبول الشكوى لعدم وجود أدلة فاللي بدها تتعرض لأي موضوع تحرش وكلنا عرضة لهذا الموضوع صراحة لازم تكون موبايلها معاها ومعاها عشرة شهود عشان توثق هاي الحالة وتقدر لاحقا إنه تاخد حقها ما تضلش عايشة في غبن هذا إذا قررت أصلا إنها تفصح عن الموضوع ويكون في عندها الجراءة تخبر أهلها بالأول ويمشوا معاها لتكمل الشكوى عشرة فاصلة واحد بالمية قللت الجهات الأمنية من جدية الشكوى ورفضت تسجيلها يعني في عندنا مشكلة حقيقية في آليات التبليغ وآليات استقبال الشكاوى صراحة نحن كان واحد من الأهداف الطويلة المدى للحملة اللي استمرنا فيها لمدة عام اللي هي صياغة استراتيجية وطنية لمجابهة ظاهرة التحرش ومعالجة الجوانب المختلفة سواء سياسية تشريعية مستوى السياسات عفوا أو التشريعات وإجراءات التقاضي والتبليغ والأهم الأهم اللي لازم نشتغل عليه كلنا بإيد وحدة اللي هو الثقافة المجتمعية تجاه هاي القضايا لسه ثقافتنا المجتمعية بتجبر الضحايا على الصمت وبتجلدها بدل مرة عشر مرات وبتقول لها ما تطلعي إذا ناس تحرشوا فيها الساعة خمسة الصبح معلش تأخر على المحاضرة ما تطلعي الصبح إذا تأخرت هي راجعة لظروف المواصلات اللي جدا آمنة عنا بقولولها لا اطلعي قبل المحاضرة وروحي أو إذا كانت في عملها وموضوع التحرش طبعا في العمل لازم أضيف هاي النقطة إنه من نتائج الدراسة عشرة بالمية انسحبوا من سوق العمل بسبب التحرش وسبعة بالمية رجعوا انسحبوا من سوق العمل عندما تكرر معاهم فعل التحرش فعشان هيك يعني أنداش كريم أصلا لأنه صراحة في جهود كبيرة لمنظمة العمل الدولية لموضوع اللي هو تبني سياسات عامة داخل المؤسسات العمل لحد من التحرش ونحن كلجنة وطنية لشؤون المرأة معاكم بكل الجهود اللي بتقوموا فيها ولا يمكن أن نشتغل بدون التوافق مع كل منظمات المجتمع المدني ومع كل المؤسسات العاملة والمآمنة فعليا في هاي القضايا وإن شاء الله نوصل لفترة قادمة فعلا نعمل فيها استراتيجية وطنية للحماية من التحرش والعنف يكون فيها كل الحيثيات اللي ممكن أنها توقف هاي الأفعال وتصد المتحرشين ويعيشوا النساء بأمان ويقدروا يطلعوا لشغلهم لجامعاتهم ونوصل لمجتمع آمن شكرا أشجان ولازم نحيي هالأشجان الله يعطيها العافية شكرا جزيلا أستاذ أشجان